تحطي نواة البلح على لحمة العيد وقولي ودعا لغلاء فواتير الغاز حيل وتدابير منزلية في الفيديو ان شاء الله توفى لك فلوسك ووقتك ومجهودك وحرفيا سر رهيب لما تحطي نواة البلح او نواة الطمر على لحمة العيد او اللحمة عموما اول حاجة كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاطحى يربي دايما في سعادة وخير وبركة كل عام والامة الاسلامية جميعا بخير وعيد اطحى سعيد علينا جميعا باذن الله يلا بنا نصلى على النبي ونبدأ سريعا مع بعض الفيديو اول حاجة لازم الحلة تكون سخنة جدا وهتبدأ ان انت تنزلي باللحمة لازم الحلة كده تفضل على النار من دقيقة لدقيقتين علشان اول ما تنزلي باللحمة تاخد صدمة وما تنزلش المياه اللي فيها عايزين اللحمة تفضل محتفظة بالمياه اللي فيها هتحط البصل وعتحط الفلفل اسود وعتحط رشة من السكر والتوابل بتاعتك وكمان حط ورق لوري ولكن ما تقطريش من التوابل علشان الشربة تبقى فتحة واللحمة كمان تبقى فتحة في المرحلة دي هسيبها للمدة دقيقة وابدأ ان انا نقلبها تكون نغير لون ونقلبها طبعا على اليمة التانية بالطريقة دي بعد كده بقى هنبدأ ان احنا نسيبها دي اقتين بالزبط على اليمة التانية اللي وصل لحد هنا بتتبعوني من اي بلد او من اي دولة بالزبط واهلا وسهلا بالجميع في المرحلة دي بتكوني انت غالية مية ولازم المية تكون مغلية اللحمة خلاص تشوحت فهنزج بيها بالطماطم او بعصير الطماطم السر هنا هي نواة البلح او الطمر هنحط من 3 ل 4 حبات من نواة البلح او الطمر والمية المغلية كده انت هتوفر فلوس الغاز لان لو اللحمة بتستويه منك في ساعة ونص فهي هتستويه في ساعة وربع بالزبط ولو بتستويه في ساعتين هتستويه في ساعة ونص بالزبط فانت مهما كانت قطعية اللحمة هتستويه وهتبقى ملبن كده بسبب نواة البلح اما الفكرة رقم اتنين او التدبير رقم اتنين كتير او من متابعين اشتاكولي قالولي يا اسراء احنا لما بنشتري خيار بيبوز في التلاجة يا ترى ايه الحل وازاي نحافظ عليه ويفضل كده اخضر من غير ما يعمل الطبقة اللي بيعملها دي تعالي يا ستة اما اقولك انا طريقة في تغزين الخيار ازاي اول حاجة بجيب اي علبة وبعد كده بابدأ ان انا ابطنها كده بفوتة تكون خفيفة الفوت الخفيفة دي مش التقيلة وبعد كده هنبدأ ان احنا رص الخيار انا عايز اقولك الفكرة اللي هتشوفيها ديها هتخلي الخيار عندك من يوم لأسبوعين بالضبط اخدر زي ما هو من غير ما يعمل اي طبقة ولا اي حاجة خالص هبدأ بس كده ان انا رصه انا كنت غسلاء وكمان مناشفاء كده خلاص هابدأ بقى ان انا اجيب فوتة تانية كده صغيرة وابدأ ان انا اغطي الخيار واتأكد ان هو متغطي كله ما فيش اي حتة مفتوحة من الفوت كده بقى انت هتستحبي منه وهو في التلاجة هتشيليه كده في اي رف في التلاجة او في درج القدروات وتستحبي منه وبعد ما تستحبي منه وترجع تقفليه تاني بالطريقة دي فهو حرفيا هيقعد معاك من يوم لو اسبوعين جوه التلاجة بلونه من غير ميبوس خالص الفكرة دي كمان الجو حر ومش هننزل السوق كتير في الحر ودرجة الحرارة دي فاحنا دايما بنجيب الحاجات مثلا او احيانا بنجيب الخضر بكمية اكبر عايزة ده الطماطم تعيش معاك علشان ما تتراش هتجيبي حباة من الريفو كده تفتحيها جوه الكيسة وتحطيها في قلب الطبق وكمان تحطي معلقة مما علق الاكل او قطع من ورق الفيل هتجيبي فو طبقة واتغطي الطبق ده ولازم طبقة الطماطم يكون مخرم ما صفى بلاستيك كده زي دي او منظم بلاستيك مخرم لازم الطماطم يكون الطبقة مغاقي مخرم بالطريقة دي الفكرة دي بقى اللمون عندك لمون هقولك على فكرة حلوة قوي هتجيبي العلبة وبعدين هتجيبي كمية اللمون اللي عندك بصراحة دي كانت كمية اللمون اللي عندك لو عندك اكتر يبقى هتجيبي علبة اكتر اكبر من كده هنبدأ بقى ان احنا نحط اللمون هنعمل ايه بقى يا اسراء عشان اللمون ده يقعد معنا بالشهر جوه التلاجة هنغطي العلبة بغطى من الفويل هنجيب قطعة من ورق الفويل ونغطي بها العلبة كبديل لغطى العلبة نفسه يعني هنشيل غطى العلبة ونستخدم ايه ورق فويل غطى للعلبة علشان ورق الفويل هيخلي اللمون ده معاك بفرش وكأنك لسه شرياه بالشهر جوه التلاجة هاتي البخور وتعال اقول لك على فكرة حلوة جدا جدا هتعتمديها وبما اني انا منعشاء البخور وبحب الروايح الحلوة عموما فجربي الفكرة دي على ضمانتي هتعجبك جدا اي ان كان نوع البخور اللي عندك بتولع الفحم كويس وهتبدأ اني انت تحطي البخور اصطلوا على النبي علشان ناخد استواب والحسنات سوا شاركوا الفيديو علشان يوصل كل الناس وكل يستفاد كمان فعلوا زر الجرس لما تشتركوا في قناتي علشان يوصل لكم مني اشعار بكل جديد ما تنسوش تضغطوا لايك يا حبايب قلبي المكون السحري اللي احنا هنحطه على البخور هو القرنفل اسمه كمان المصمار هتحطي حوالي 7 عيدام من القرنفل او المصمار زي ما بتسميه بقى في بلدك تمام انا عايزة اقولك ان رحة القرنفل مع البخور غير طبيعية حلوة جدا جدا زايد ان القرنفل هيساعدكو كده على الاسترخاء والهدوء التام في البيت زايد كمان ان هو بيطرد اي حشرات نهائي يعني بيتبخري وبتعقمي بيتك بنفس الوقت بالقرنفل لو عاجبتك التدابير لايك وشير بتابعوني من اي بلد شكرا جميع لكل الناس اللي شافوا الفيديو كمان ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الاطحى اشوفكم على خير باذن الله في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته